السلام عليكم أهلا ومحبا بكم عندي واليوم قراءة لبرج الحمل الشمسي والقمر والطالع لشهر جوان أو يونيو ولا تنسوا أنها قراءات معممة قد تنطبق على البعض منكم وقد لا تنطبق على البعض الآخر ولذلك خذوا ما ترتحون إليه من الرسالة وما ينطبق على مشاعرك وما على وضعيتكم والآخر أتركه يرحل بسلام فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة ولا تنسوا استشارة البرج الطالع إذاً غادي نشوفوا القراءة ثم سنرى ما هي رسالة آآ ملائكة الحب والنصيحة السحرية نتمنى لكم حط سعيد حط سعيد حط سعيد يا ربي الحبيب بسم الله عزيزي برج الحمل أرى يعني هنا أنك من جهة أنت في صراع مع نفسك تريد السيطرة على مشاعرك ومن جهة أخرى وفي الأونة الآخرة أنت تسعى للتغيير يعني أرى أنك تريد أن تغير يعني تغيير عاطفي يعني تريد أن تسيطر في مشاعرك وكذلك تريد بداية جديدة وأنت في مرحلة وعي جديد وتريد التحرر من الماضي نعم ومحاولة النسيان هذا ما أراه يعني أنت هذه كارت القوة تقوله أنك يعني بدأت تستيقظ يعني من مرحلة ربما عشت قصة عاطفية أو كنت في علاقة سلبية نوعا ما واخا وأنت تريد بناء حياة جديدة واخا بعيد عن هذا الشخص الذي ما زلت تحبه هذا ما يعني هذا ما تقوله هذا الكارت أنت ما زلت تحبه هذا الشخص لكن رغم ذلك أنت يعني تخرج القوة من داخلك لكي تنسى هذا الإنسان وتعيش حياة جديدة وانت انظر يعني أنت بنيت يعني غرفة عقلية نظيفة وخالية يعني ليس بها أي أحد يعني غرفة عقلية نعم يعني أنت تريد أن تكون لوحدك لتفكر نعم وربما تقوم بالميديتيشن كذلك واخا ولكن عندما تنام عندما تنام أنت تحلم بهذا الإنسان أنت ما زلت تحبه ما زلت تحبه في هذه الغرفة يدخل هذا الشخص الذي تحبه نعم يعني تشتاقوا إليه الله تشتاقوا إليه ما زلت تحبه ما زلت تحبه كثيرا لكن انت يعني متفائل انت متفائل انت متفائل وتمارس آآ تمارس الاستغناء يعني ترك الاشياء ترك الاشياء لحالها وبيد الخالق يعني ترك كل الاشياء السلبية تريد الوصول للسعادة لوحدك التي أو ربما هناك شخص آخر جديد في حياتك البعض منكم ربما أنتم بدأتم علاقة جديدة وهناك شخص جديد في حياتكم لكن هذا الإنسان لا يرحل أبدا لا من عقلك ولا من قلبك هذا الإنسان يعني لكن أنت تحاول دائما أن تهرب منه لأنه يعني يعني إنسان لم يكن سلبي لكن العلاقة لم تكن جميلة يعني كان هناك ربما انفصال أو خيانة نعم وأنت رغم ألمك ورغم مشاعرك تبتعد وتأخذ مصر جديد في حياتك لكن الذكريات والشعور يعني الذكريات ما زالت حية في قلبك وفي عقلك هذا الحبيب هذا الحبيب اللي يعني الذي يعني رحلت عنه أو رحل هو طاقته ترابية ومائية وكذلك ربما أسادية كذلك عفوا نارية هذا الإنسان هذا الحبيب لنرى ما هي طاقته هذا الحبيب نشوفوا هذه الاقفزات لنرى ما هي طاقت الحبيب هو كذلك يحاول السيطرة على المشاعر نعم لكن آآ هو يحس بحزن شديد وكذلك بالغيرة فأنت يعني ربما مع شخص آخر أو لديك معجب أو بدأت علاقة وهو يشعر بغيرة يعني شديدة ومازال يحبك هذا الإنسان مازال يحبك نعم ويشعر بالوحدة رغم أنه محق بالناس ليس مرتع هذا الإنسان هو متوتر وهو في حالة كذلك تناقض وهذا التناقض يحطمه واخا يريد العودة يريد العودة لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر واخا ربما كانت سبب الانفصال خيانة فهناك هو لديه ربما طرف آخر وأنت ربما لديك إنسان جديد حب جديد في حياتك لكنك لا تنسى هذا الإنسان لا تنسى هو يريد العودة يريد العودة يريد أن ينهي هذه المعاناة التي فيها هذا ما تقوله يعني نهاية هذه المرحلة التي يعيشها المرحلة التي يعيشها لأنه ليس بخير واخا وهذا الإنسان عزيزي سيعود هذا الإنسان هذا الحبيب سيعود وأنت ستتواجد بين بحرين يعني أنت تحب الأول لكن أساء إليك والبعض منكم لديكم إنسان آخر واخا وهذا الإنسان الجديد كل ما يريده هو إسعادك هذا الإنسان هذا الإنسان كذلك يحبك كل ما يريده هو إسعادك هذا الإنسان أنت عزيزي برج الحامل بسبب هذا التغيير الذي قمت به يعني أنت يعني قمت بالاستغناء يعني تركته يرحل ولم تتشبث يعني بعد المعاناة لأنك أنت عانيت كثيراً لكن بعد ذلك فهمت أن يعني لابد أن تترك الأشياء وتقبلت الأشياء تقبلت الواقع ماذا حصل؟ عندما يعني أنت يرتاحيت ورجعت للسلام داخلي ديالك وفكرت وتأملت يعني كنت بتأمل وتفكير عميق أنت فهمت أن الأشياء تحدث لغرض معين لسبب معين وماذا يحصل؟ ماذا سيحصل بسبب هذا التصرف الحكيم؟ الحبيب سيعود الحبيب سيعود وأنت سيعني بين بحرين فعليك الإختيار إما الحبيب الأول أو الثاني نعم يعني قراءة جميلة بزاق والذي لم يفعل هذا فعليكم أن تفكروا هكذا يعني التوكل على الله وترك الأشياء في يد الله فالحياة تستمر يعني ستحدث لك أشياء جميلة وإيجابية نعم تحدث لك أشياء عجيبة كل ما عليك هو ترك الأشياء في يد الخالق نعم وإنسى الألم وإنسى الماضي فستصلك المكافأة السماوية الذي عشت وأفراح كثيرة نعم أفراح كثيرة يعني بعيدة عن هذا الشخص نعم أنت ستعيش يعني فرح وسعادة لا علاقة لها بهذا الشخص الذي تحبه أنت نعم لكن القرار قرارك أنت فهذا الإنسان سيعود وأنت من يختار مصار الحياة وأنت يعني كل شي في يدك يعني بسبب غيرتي لمنطاليتا ديالك بديتك تفكر يعني بحديتك يعني بعد تفكير عامق غيرتي التصرف ديالك والعقل ديالك وشنو غاديوقع شغاديوقع يعني من طلقته يعني طلقته نعم طلقته من يدك ومن حياتك فهو سيعود هذا كان كذلك قانون سماوي عندما نترك الأشياء يعني بحالها ونتوكل على الله تعود إلينا إذا كانت مكتوبة ومصيرنا وهذا عزيزي توأم الروح للأسف شديد لأنه يعني عشتما قصة يعني قصة صعبة لكن هو توأم الروح كذلك إذن بفضل تقتلك للواقع وترك الأشياء الكون يعيد لك التوازن يعيد التوازن إلى حياتك تحدث لك وستحدث لك أشياء رائعة لا يمكنك تصدقها أولها تصرف هذا الإنسان الذي سيعود وأنت كنت تعتقد أنه لم يعود أبداً لكن سيعود أو سيتصل فهو نادم على ما حصل لنا ما هي رسالة الملائكة الإجابة لسؤالك تتعلق بابنتك ربما لديكم ابنة هذا الكارت سبحالله خرجت لي في القراءة دي القوس وعود ثاني خرجت مهم ربما لديكم يعني عندكم بنوتة لديكم ابنة أو في العائلة هناك فتاة صغيرة أو يتعلق الأمر بالطفل الموجود بداخلك وهذه تقول قريباً اختر 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 يعني بالتدقيق ما تريده لكي يصل ما تريده في أقرب وقت ممكن كانت قراءة جميلة كانتمنى لكم الخير كانتمنى تحقق كل 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 أحلامكم وكانتمنى لكم عيد سعيد وعوش لكم بروكة والله يحميكم ويحفظكم اليوكم نبغيكم بزار شكراً وبسلامة إلى اللقاء